السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أحلى وسهلة فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين اليوم سنعمل كعك أساور نسمى الله ونحكي لكم إن شاء الله المقادير مقادير سهلة وبسيطة ستعجبكم كثير وطعم لأعمال مقدرين من الطحين 13 كوب من الكواب المعيارية أو كوب عصير عادي شومر وينسون جبتهم حب ونقيتهم وبدأ أطحنهم وسمسم ناي لازم يكون ناي لأنه المحمص بيكون مالح وسكر بودرة تقريبا 3 معالج طبعا الطحين منخول حطيت محلب طحنته تقريبا قد نص معلقة وحليب كمان 4 أو 5 معالج ذرة ملح شومر وينسون بدي رح حمصهم زي ما انتو شايفين على الغاز بقلبهم لحدية ما ريحتهم والرطوبة تطلع منهم و ريحتهم تصير منيحة بعدين بخليهم يبردوا و بطحنهم والسمسم برضو نفس الاشي بسفحوا بخلي لونه شوي على شجار وبخلي الرطوبة تطلع منه و برضو بحطوا على الطحين زي ما انتو شايفين الشومر والينسون بدي انخلهم والخشن اللي بضل فيهم بعود بطحنه و بحطوا على التمر لما اجي اعجنه هاي مقاديرنا تقريبا اربع معالج من الشومر و اربع معالج من الينسون طحنتهم و حطيتهم البكن بودر و الخميرة بخليهم عجانب ما بحطهم هسه منحرك المكونات مع بعض طبعا ما لقيت بيكين بودر و ما لقيت خميرة و حطيت حبة سمرة اللي بحبها يحطها مع الكعكة و اللي ما بحب ما يحط مقدار الزيت حطيت كوبين من زيت الجل العادي و كوبين من السمنة و السمنة عادي بحرارة المطبخ ما سيحت هولا اشي منحطهم مع بعض و منضلنا انبس فيهم لحدية و اخذت معك ساعتين تلاتة و انت بسي يعني بتبسيهم شوي و بتركيهم بسيهم شوي و تركيهم و برضو تفوت السمنة مضبوط لو خليتيهم لقبل يعني خليتيهم ليلة كاملة بالسمنة برضو بكون افضل كل ما طولت علي السمنة بالطحين بيعطيك نتيجة ان شاء الله احسن معاك رشية الخميرة و البكن بودر على المكونات المكونات كلها و بدي اجيب مي دافية اعجن فيها حطينا اول كوب و اعجننا تقريبا اخذ معي تلت اكواب هذا برجع لنوعية لطحين اللي عندك بس انتي بديك تحطي كوب كوب و ما تعجني زي ما انتي شايفة بتصير تقلبي في العجين تقليب لحدية ما تفوت المية كلها فيه بعدين بنعود بندير الكوب التاني و بنقلب لحدية ما تكون تصير معنا العجينة لما تمسكيها ما تفتت معك ولا تفسخ نياها تكون طرية و مليحة ليكون سهل التشكيل معنا كما انتوا شايفين يعني و انت قاعدة بت مش عجن زي ما انتوا شايفين هيك يعني بنروح و بنيجي بالعجينة عب الماء المية بتروح معنا وهدي هيك العجينة صارت عنا جاهزة طبعا بنخلص عجن و بنبلش بالعمائل ما بنخليها تخمر تخمر معنا و احنا بنشتغل اصلا كمية الخميرة اللي احنا حطينها قليلة جدا يعني ما بنحطها عشان تخمر تصير معنا كأنه خبز لا جبت التمر زي ما انتوا شايفين حطيت طحنت باقي الينسون والشومر اللي ضل معي الخشن عودت ترجعت طحنته تاني مرة و نعمته و نخلته و حطيته على التمر تقريبا معلقتين من الشومر و من الينسون حطيت نتفت قرفة و بتحط معلقتين او ثلاثة سمنة ازا بتحب تحط زبدة بس انا بحب اني احط سمنة بضل التمر عندك طري في الكعك في ناس كتير بحكولي انه التمر عندهم بجمد او بيبس او يعني بصير يابس بالتمرة بالكعكة ف السمنة ان شاء الله بتخلي طري عملت التمر زي هيك عجنته مضبوط و عملته و عملت برضه قطعت العجينة بكون اسهل الي للشغل بحط كل اشي حوالي صوانية و كل شي وببدأ اشتغل عشان ما يعني اعوز اي اشي من بعيد بتكون كل شغلة كل الشغلات بدي استعملها بتكون حوالي زي ما انتو شايفين فرت العجينة و حطيت فيها التمر يعني اسخ شوي بالتمر كل ما كانت التمر كتيرة بالكعكة بكون طعمها اسكى طبعا التشكيل برجع اليك بدي كياه صغير بدي كياه كبير بدي كياه وسط كل ما كانت حبت الكعكة صغيرة كل ما كانت يعني احلى للتقديم و بتكون اظرف هيك منظرها احلى زي ما انتو شايفين فتحتها و حطيت فيها التمر يعني تكون تمرة مرتبة و بلفها زي ما انتو شايفين و بعملها زي شكل الاسوارة و بصفتهم بعمل كل الكمية كلها مع بعض بعدين بولع الفرن لازم يكون الفرن يعني باخر صينية تقريبا او قبل سينتين عشان يكون الفرن حامي لازم يكون حامي معنا باي اشي بنعمله بالفرن لازم يكون الفرن حامي لانه زي ما كان حامي بمص العطهين و بخليه بنشف بخلي او من كان معجنات او كاكة او اي شي لازم يكون الفرن عنا حامي او كيكة او اي اشي تاني فزي ما احكيت لكم بنولع الفرن قبل ما نخلص العجينة تقريبا بصينية او صينيتين وبعدين بنحط بنحطه بنخلي النار تحته بعدين بنحطه للتحمير زي ما انتو شايفين هيك وهيك خلصنا كعكاتنا ان شاء الله وصفة بتكون سهلة وبسيطة لأول مرة بشوف قناتي يا رب ياريت انو يشترك ويعطيكم الف عافية